قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعاء إن نهاية جماعة الإخوان الإرهابية اقتربت إذ إن هذه الجماعة الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل لأنها تبغي الفساد في الأرض وحذر وزير الأوقاف من الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة الإرهابية والتي تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة تمهيدا لأي فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية وأوضح وزير الأوقاف أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء لن تكف عن محاولة زعزعة الاستقرار مؤكدا أن عناصر الجماعة الإرهابية اعتادوا على الخيانة والعمالة ويتخذون من الكذب والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكذيب يتخذون من ذلك وسيلة ممنهجة للهدن ودع وزير الأوقاف إلى المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة وعدم التمكين لأي من عناصرها في أي مفصل من مفاصل العمل العام حتى لا يسهم ذلك في إعادة إنتاج الجماعة مرة أخرى وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم في التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة ترجمة نانسي قنقر